مع استدامة الحرب وسعر صرف الريال اليمني يهوي ويصيب سقوطه بشكل خاسف أسعار السلع والخدمات معادلة كارثية تخنق اليمنيين المعذبين على أيدي ميليشيا الحوثي وتحت قصف ووصاية الحلفاء الأثرياء وبينهما معا يكتفي المجتمع الدولي بالتعبير عن قلقه وصدمته وحدها هذه الصور جديرة بإحراج ضمير الإنساني الموغل في سواده ودونه اليمني يكابد مرارة الحرب وتداعياتها الفضيعة في يومياته تقول مصادر مصرفية في عدن وصنعاء إن الريال اليمني تجاوز حاجز 700 ريال للدولار الواحد وأن المستويات العامة لأسعار السلع والخدمات ارتفعت مجددا ولحقت بسعر الصرف لن يتوقف السعر عند هذا الحد بحسب اقتصاديين فالتحذيرات تتوالى من أن الريال مرشح للإنهيار بشكل أكبر وأنه من المرجح أن يصل سعر الدولار خلال اليومين القادمين إلى 800 ريال على الأقل نظرا لازدياد الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلية التحالف المعول عليه إنقاذ العملة اليمنية لم يحرك ساكنا بل اكتفى بالحديث عن وديعته السابقة التي لم تظهر نتائجها على صعيد وقف الانهيار يأتي هذا التراجع المخيف بالرغم من حزمة الإجراءات التي علنت الحكومة في النصف الأول من الشهر الجاري إجراءات تضمنت تغطية الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية ورفع نسبة الفائدة على الوداع والمستندات بنسبة 27% لشهادات الإيداع وبنسبة 17% لسندات الحكومية أعقب ذلك قرار الحكومة بصرف زيارة تصل إلى 30% لمرتبات موظفي الدولة لكن هذه الرواتب لا تحضر إلا في تصريحات المسؤولين الحكوميين ولا تصل إلى جيوب الموظفين خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوتيين تلك الإجراءات يقول اقتصاديون لا معنى لها في ظل معركة يخوضها الريال وحيدا مكشوف الظهر حيث لا حكومة في الميدان تستند عليها دعاوي الإصلاحات ولا وجود على الأرض يطمئن الناس لمعالجاتها ولا موارد مالية يستعين بها فالموانئ حقول النفط والغاز الواقعة معظمها في مناطق الشرعية معطلة بفعل التحالف والجماعات المنفلتة